رداً على ما أثير من تفسيرات مختلفة حول امتحان شهادة الثانوية العامة في المملكة أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لن تلغي امتحان التوجيه للطلبة كونه امتحاناً وطنياً مبينةً أن ما جرى هو تقسيم الامتحان على عامين وبنفس المواصفات الموجودة حالياً بحيث يتقدم الطلبة بامتحان في المواد المشتركة حسب وزن المادة في الصف الأول ثانوي فيما سيتقدم الطلبة بامتحان في مواد التخصص بالصف الثاني ثانوي وأوضحت الوزارة أن الطالبة لن يتقدم بامتحان في المواد المشتركة في الصف الثاني ثانوي مشيرة إلى أن مواد التخصص سيتم تدريسها للطلبة في الصف الأول ثانوي دون انقطاع